عسست دولة قطر حضورها كرائدة لتطور والنمو الاقتصادي والتنمية على الصعيدين العربي والعالمي فكيف يمكن تعزيز دور القادة في الدولة والتوجيه الصحيح للكفاءة البشرية إذن للحديث حول الموضوع التقدم والحضور العالمي هذا ما سنتناوله مع دكتور بوثينا الأنصاري خبيرة التطوير الاستراتيجي والتنمية البشرية صباح النور دكتور صباح الخير يعني دائما بنحضر نفسنا لفقرة دسمة مع حضوري خلينا نبتدأ بالسؤال الكبير كيف يمكن دعم الاقتصاد النمو الاقتصاد وتنمية الموارد لريادة العمل صحيح مثل ما تفضلتي دولة قطر عززت حضورها في مجال التطور والابتكار على الصعيد الدولي وأيضا المحلي وكان هذا بارزا وواضحا أثناء استضافة كأس العالم 2022 لأنها بالفعل استطاعت أن تعكس مدى التطور الريادي والفكري في دولة قطر حتى تصل دولة قطر إلى أهلا مراكز الجهزية في النمو الاقتصادي لا بد من تفعيل دور القادة وإبرازهم وتمكينهم وأيضا تمكين الكفاءات البشرية من خلال تطوير الأعمال لماذا نحن دائما نتوجه إلى تطوير الأعمال في أي بلد؟ أول سبب خفض معدل البطالة كلما كان هناك نمو اقتصادي شيء طبيعي بتكون هناك شركات ومشاريع واستثمارات محلية والجنبية فبتكون هناك توظيف للكفاءات البشرية توظيف لمخرجات التعليم فبمعدل البطالة سوف ينخفض إخفاض الاقتراض الحكومي دائما تسعى الحكومات للاقتراض حتى تبني بنيتها التحتية تساعد على تفعيل قطاع الصحة قطاع التعليم لأن من المرتكزات تقدم أي دولة ركيزتين هامتين هي التعليم والصحة فسوف يكون الانفاق على مشاريع تنموية وليس على مثلا تفعيل معدلات البطالة وخفضها وخفض معدلات التضخم زيادة الانتاجية في الدولة كلما كان هناك مشاريع واستثمارات سوف يكون هناك انتاج وسوف يكون للدولة دور تنافسي وحصة تسويقية سوقية كبيرة فهذا يساعدها على تنوع اقتصادها أيضا سوف يكون هناك خيارات عديدة للعاملين في الدولة يعني في الدول النامية نرى دائما التركيز على قطاع الزراعة لكن في الدول المتقدمة توجد قطاعات مختلفة قطاعات الخدمات قطاعات الانتاج التكنولوجي وقطاع التقنية يكون هناك فرص كبيرة للعمل وآخرها أيضا رفع مستوى دخل الفرد دائما عند التحدث عن النمو الاقتصادي وتقدم الدولة دائما نأتي بمؤشر هذا مؤشر صحيح أيوة معدل نسبة دخل الفرد وهو عبارة عن ناتج المحلي القومي مقسوم على عدد السكان وهو يعبر عن مؤشر الرفاهية والحياة في المجتمعات نعم طيب دكتورة ذكرت دور القادة أخبرين عنه ما هو دور القادة في دعم هذا النمو؟ دائما بناء المجتمعات ذات الاقتصادات القوية والاقتصادات المتينة لا تحدث بين يوم وليلة تحتاج إلى تفعيل فكر صناع القرار تحتاج إلى حنكة أصحاب القرار في الدولة فدور القادة عندهم مبادرات وعندهم استراتيجيات تفعل من دور النمو الاقتصادي أولها يجب أن تكون هناك إجراءات وقوانين وتشريعات تجذب بيئة الاستثمار دائما نحن نتكلم عن خوف ريادة الأعمال والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية دولة قطر استطاعت أن تقطع شوط كبير في تحسين وتفعيل الإجراءات والتشريعات دائما نتحدث عن الابتكار وقطاع التكنولوجيا هناك رصد لمضالغ كبيرة لتفعيل دور التكنولوجيا في دولة قطر ثالثها مكافحة الفساد دائما نتحدث عن غسيل الأموال وتسريب المعلومات هناك البيانات ومشاركة البيانات الكبيرة بين الشركات وخلق عنصر التنافس لا بد أن يكون هناك أيضا مكافحة للفساد التجارة الدولية لا تأتي بين يوم وليلة لا بد من بناء صدقات وعلاقات استثمارية كبيرة نحن نحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية في دولنا نحن دولة عدد سكانها بسيط فنحتاج إلى وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المستثمر الأجنبي لا يأتي هكذا يحتاج إلى بيئة محفزة يحتاج إلى تسهيلات لدخول وخروج رأس الأموال يحتاج تصنيف ائتماني عالي للدولة يحتاج ثبات لسعر صرف الريال مقابل الدولار كل هذه الأمور لا بد من توجيه القادة لها حتى نستطيع الوصول إلى ما نطمح إليه من النمو الاقتصادي طيب تحدثنا عن دور القادة أخبرينا عن الأسباب ليست الأسباب ولكن ما زلنا نتحدث عن دور الطاقة ذكرت نقطة أن هذه المكافحة الفساد خاصة يعني أريد الحديث عنها أكثر بنوعية كيف يتم عكس هذه الصورة خارجيا لربما جزء رأس المال الخارجي أو المستثمر الخارجي لتوجيه أنظاره نحو الدولة لأن مشكلتنا الآن في العالم وجود البيانات على جميع الأصعادة سواء بيانات اقتصادية أو بيانات سياسية وشوفنا العالم الآن يعيش اشتباكات على النزاعات الحدودية والجو سياسية معدلات التضخم ارتفاع أسعار الفائدة كل هذه الأمور تؤدي إلى خفض الانتاجية وزيادة الدين تخيلي أن مستوى الانتاجية الحين في العالم 1.5 تريليون دولار فقط معدل الديون ثلاثة أضعافة 303 تريليون دولار يعني العالم يواجه الكثير من الصعوبات فلما احنا يعني هذه الصعوبات تؤدي إلى وجود الفساد تؤدي إلى يعني وجود بيانات مضللة تؤدي إلى وجود مثلا فروقات اجتماعية في طبقات المجتمع فأيضا يؤدي ذلك إلى الفساد فدائما القادة حريصين على مكافحة هذا الأمر لأنه يقلل من الانتاجية ويقلل من التطور والنمو نعم ربما هذه هي الأسباب التي تجعل من القادة أو أحدها التي تجعل من القادة هم المحركين الأساسيين هنا وعبرهم يتم توجيه السوق المحلي وطريق الجذب للسوق الخارجي وللاستثمار أخبريني عن الدور أيضا دور القيادة في صنع رواد الأعمال في تشجيع رواد الأعمال تحدثنا عن الوظائف توفير وظائف ولكن هناك أيضا توفير فرص لريادة الأعمال دائما هناك استراتيجية لريادة الأعمال في الرؤى الوطنية الاستراتيجية لدول الخليج 2030-2050 لأن دول الخليج لا تنوي الاعتماد فقط على الاقتصاد الرائعي وهو النفط والغاز لأن هناك تقلبات في أسعار النفط هناك حروب ونزاعات حدودية تقلل من الفرص في الاستثمار فقط على هذا الجانب فارتأت دول الخليج وأيضا الدول العربية للاستثمار في قطاعين مهمين وهما ريادة الأعمال وقطاع التكنولوجيا ودائما في الدراسات والإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية تعتمد على نسبة مشاركة ريادة الأعمال في الاقتصاد المحلي فلذا لا بد من تفعيل استراتيجيات لتمكين ريادة الأعمال لكن نحن الآن بصدد توجيه ريادة الأعمال علشان ما يكون هناك تكرار لمواضيع ريادة الأعمال نحن ليس بحاجة إلى وجود العديد من المقاهي والمطاعم والأطعمة والأغذية نحن نحتاج الآن ريادة أعمال في قطاع التكنولوجيا سمعنا الكثير عن الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي وغيرها من الأمور نحتاج تسخير هذه الإمكانيات نحن لدينا بنية تحتية قوية للتمكين التكنولوجي الرصد ميزانيات عالية للبحوث والدراسات تقدر الميزانية التي ترصد للبحوث والابتكار في دولة قطر أكثر من 2% الشفافية وسهولة الوصول لهذه المعلومات أيضا ربما نحتاج استخدام هذه المعلومات وليس فقط ركنها والمباهى بأننا لدينا دراسات وأبحاث ومؤشرات لكن استخدامها استخدام الصحيح يعيننا على مواكبة عجلة التقدم والتطور مع الدول الأخرى نعم دكتور ذكرت رؤية قطر ورؤية العديد من دول منطقة الخليج والتي ربما هي الأساس فيها فك ارتباط الاقتصاد بالبترول أو منتجات البترول وتحويله إلى موارد أخرى ربما عند التفكير ما هي الموارد الأخرى الآن من خلال حديثك يتبين وكأن المورد الأهم الذي يتم الآن توجيه الأنظار إليه هو الثروة البشرية أو الموارد البشرية أخبرينا أكثر عن هذا يعني دائما بناء الكفاءات البشرية تحتاج إلى زمن طويل ولا يحدث بين يوم وليلة فلابد من رصد استراتيجية معينة ودقيقة واحترافية لرفع الكفاءات البشرية طبعا هذا دور أي جهة يعني يديها الموارد البشرية الموارد البشرية دائما أنا أقول رأس المال لأي شركة فلابد من تعزيز دورها تساعد على الانتاجية كيف يعني تساعد على الانتاجية؟ عند رفع كفاءات الموظفين تساعدهم على تحقيق رسالة ورؤية الشركة نحن الآن نعيش في بيئة مضطربة بيئة قابلة للتغيير فلابد من إكساب المهارات للموارد البشرية تتناسب مع الصعوبات التي تواجهها درجة من المرونة ربما بالضبط إحنا فقط لا نعتمد على الكفاءات الأساسية اللي هي مهارات التفاوض بناء فريق العمل كيف أستطيع أن أوظف الذكاء العاطفي لا نحتاج أيضا كفاءات تقنية مثل ماذا؟ الكفاءات التقنية الآن كل شيء تكنولوجيا فلابد من إعداد خطة استراتيجية الموارد البشرية تمكن من التحول الرقمي يعني في موظفين أعمارهم فوق الـ 45 و 55 و أيضا 60 هذه الفئة سوف تكون عائلة على المجتمع الوظيفي أو على بيئة العمل فلابد من رصد استراتيجية تمكنهم من استخدام التكنولوجيا الآن في بعض من الجهات في الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتفعيل نسبة التقطير في القطاع الخاص أيضا في قنوات إعلامية تستخدم الذكاء الاصطناعي في التوظيف و أيضا لقراءة السيفيات كل هذه الأمور سوف أيضا لها يعني تكون لها سلبيات وهي خلق بطالة مقنعة لأن هذول الفئة ما عندهم القدرات والإمكانيات لتواكب هذا التطور فلابد من وضع في الاعتبار هذه الإشكالية طيب لأي درجة هذا الموضوع يمكن أن يكون متاحا يعني بمعنى أن الآن ربما يبدو الحديث مخيف نوعا لفئات عمرية معينة أو لتخصصات حتى بالفترة الماضية كنا نسمع كثيرا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتخطية مكان الوظيفة كان هناك مذيعة عن طريق الذكاء الاصطناعي مؤخرا قبل يومين سمعنا عن أن الوظيفة الوحيدة الآمنة حتى الآن هي وظيفة المحاسب لأن الذكاء الاصطناعي لم يستطع بعد أن يكون دقيق أو يعطي نسبة دقة مناسبة ليتم استبدال الأشخاص فيه هنا من يريد أن يبدأ أو يشرع بريادة الأعمال بالحصول على التوجيهات العامة حتى لا يستضم بأن عمله غير صالح أيضا أو خارج السوق في غضون سنوات بماذا تنصحينا؟ هذا سؤال جدا مهم والحمد لله دولة قطر وفرت جهات عديدة لتقديم النصائح والاستشارات وعلى رأسها بنك قطر للتنمية الذي يوفر ليس فقط رأس المال وأيضا يوفر الأمور اللوجستية يوفر التدريب ويوفر النص قبل وضع دراسة الجدوى للمشروع نحن نتحدث في وسائل الإعلام كثيرا ونكتب في الصحف مقالات كثيرة تقوم من وجود التكنولوجيا في ريادة الأعمال لكن الإشكالية في وجود موضوع التكنولوجيا في ريادة الأعلام يحتاج صبر، يحتاج كفاءة، يحتاج معلومات، يحتاج دعم يعني إحنا شفنا دائما الشباب والبنات يقولون لي دكتورة إحنا شفنا الانهيارات التي حدثت في مدينة سليكون فالي شفنا انهيار العديد من البنوك التي كانت تروج وتدعم هذه المشاريع التكنولوجية ماذا عنا الآن؟ أنا أقول هم وصلوا مرحلة من النضج وصار في مثل غرور أصابهم وكانت ترصد قيمة سوقية للسناب شات والإستجرام والفيسبوك بأرقام تزيد عن الست أصفار نحن نريد النصح لهذه المشاريع بأن نحن نبدأ بخطوات مدروسة بخطوات استشارية من قبل الناس اللي لهم باع في هذا المجال فلابد من عدم التسرع لا بد من اختيار فريق العمل المناسب لا بد من اختيار موضوع يحتاجه الناس يعني الحين التطبيقات التسويقية الشوبينج أونلاين رح يسحب البساط من المولات التجارية الكثير من مثلا التوصيل من غير سائق يعني أيضا هناك منافسة لشركة أوبر وغيرها من الشركات أن نعيش في عالم ديناميتي كبير وكل يوم نحن في تطور وتغير سريع ولا بد من الجاهزية وربما هذا هو أحد الأسباب التي أدت بالمستثمر أو الريادي بالخوف والاتجاه نحو مشاريع كما تفضلت حضرتك مضمونة نوعا ما مثل المقاهي أو غيرها من المشاريع التي يعتقد أن هامش المخاطرة فيها ليس كبيرا ولكن يبدو أن أيضا نسبة الأرباح فيها أو كبر المشاريع كمان ليست كبيرة وفي الآخر هي غير مؤثرة ربما بطريقة فيما نتحدث عنه الريادة وتطوير دولة وأخذها إلى مكان آخر وتحقيق رؤى هذا الخوف ذكرت الآن أنه له خطوات يمكن أخذها ولكن من يريد أن يفكر مثلا طيب لن أقوم بافتتاح مقا أريد أن أكون أكثر ما بعرف إذا يمكننا أن نقول مغامرة هي ليست مغامرة يجب أن تكون محسوبة لأنه فعلا الوقت صعب كيف يمكن أن يحصل على أفكار أخرى ريادة الأعمال دائما عندنا أمثلة لرواد ريادة الأعمال مثلا نتحدث عن ستيف جوبز نتحدث عن أمازون نتحدث عن فيسبوك كل هذين المؤسسين يعني لا بد أن نذكر هذا الكلام هذين تلقوا تعليم جيد كانوا في بيئة داعمة كانوا في بيئة تشجع على الابتكار وتحفز على التخليق الانوفيشن والكريتيفتي إذا كانت البيئة غير جاذبة وإذا لا يكون هناك تمكين من قبل سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لهذه الأفكار رح يفشل إحنا دائما نقول أيضا في عام الآخر لابد من ذكره عندنا قوة شرائية بسيطة لأن عدد السكان أيضا هنا قليل أوكي إحنا فعلا عندنا مليونين فاصلة ستة على حسب الأحصائيات الأخيرة للجهاز التخطيط لكن القوة الشرائية تركز في فئة معينة خاصة للمواد مثلا الجوالات الكمبيوترات شراء التطبيقات كلها تحتاج إلى موارد مادية فلابد من إعادة التفكير في الاستثمار في التكنولوجيا لأن هذا مشوار طويل ويحتاج صبر كل هذه المشاريع أخذت وقت طويل لكنها كان وراءها جنود خلف الكواليس لتفعيل هذه التطبيقات ولكن هو هذا عنوان العصر التطبيقات والمجال التكنولوجي لأن كل رواد مثلا المقاهي والمطاعم ودور الأزياء والمولات التجارية صار فيها تشبع وصار فيها تكرار نحن نقول دائما في مصطلح الاقتصاد الساتيوريشن ما يعطي أرباح فيه تشبع ما رح يقبل عليك الفرد صار العرض في أماكن أكثر من الطلق لكن للأسف يعني بعد جائحة الكورونا قل الإنتاج يعني إحنا لن نطلب سلعة أو أي منتج الرفوف خالية وهذا ما أدى إلى ازدياد نسبة التضخم في الولايات المتحدة فراحة رفعة أسعار الفايدة إحنا كأسواق ناشئة لا تطبق علينا هذه الاستراتيجية صعبة لأن إحنا نحتاج نمو نحتاج تقدم نحتاج أن إحنا ننتج مشاريع والحمد لله يعني دول الخليج أعتقد ومنها دولة قطر عندها استراتيجية كثير فاعلة وكثير متقدمة لأتباع هذا النهج إن شاء الله إذن ربما وجود هذه التجربة التجربة الأمريكية كما ذكرت حضرتك اللي هي متقدمة بقليل ممكن تكون أداة جيدة لتلمص الطريق ولمعرفة نقاط الخلل فيه وتجنبها في التجارب التي يتم تطبيقها في المنطقة بصورة جدا أفضل والحمد لله كما ذكرت دكتور في المنطقة هناك دعم الحكومي هناك دعم القيادات هناك الإرشاد هناك التوجيه الدولة أو الدول في المنطقة تدعم الرواد الأعمال لينجحوا عكس ربما ما يحدث أحيانا في أمريكا أنت تدعمهم ليفشلوا كلامك خلاني أطرق لنقطة كثير مهمة وأحنا نبي نوجه رسالة لخريجي الجامعات تدين ماشاء الله نحن عندنا جامعات عالمية تحت مظلة مؤسسة قطر لتعليم وتنمية المجتمع لديهم مخرجات كثير يعني ذات مستوى راقي فأحنا نبي نقول لهم لا تتوجهون فقط إلى القطاع الحكومي القطاع الحكومي أصبح هناك في ترهل وفي تشبع ونوجه رسالة إلى التوجه للقطاع الخاص القطاع الخاص عصب نمو هائل لتدوير العجلة الاقتصادية في البلد وفي بلاس ريادة العمال لكن ريادة العمال فيها تخوف دائما يسئلوا لي دكتورا نتجه للمشاريع ولا نخوض تجربة العمل في القطاع الخاص أقولهم لا خوضوا العمل في القطاع الخاص شوفوا الدنيا شون ماشية بعدين تملكوا مشروع خاص خذوا هذه الخبرة وهذه التجربة اللي هي جدا مهمة شكرا جزيلا لكل هذه النصائح المهمة جدا لكل من يرغب في دخول هذا العالم دكتور بوثينا الأنصاري خبيرة التطوير الاستراتيجي والتنمية البشرية شكرا جزيلا لك